اشتركوا في القناة لماذا لا اتحدث بلهجة بلادي وبدون تكلف ولغة عربية فصحة بصراحة اعلم انه من الافضل ان اتحدث بلهجة عادية ولكنني لا اريد ان يفهم كلامي اشخاص دون عن اشخاص اخرين كما ان لهجتي قد تكون معقدة بعض الشيء لدى بعض متابعين اذا فانا اتحدث باللغة العربية الفصحة حتى اتيح لجميع ان يفهمني ويفهم كلامي اخبروني في التعليقات ما رأيكم في طريقتي في الالقاء وهل هناك بعض نصائح او الاخطاء التي ترونها فيه عذرا على اللي طالة لنبدأ فيها الحلقة حتى وان كان الانسان اذكى مخلوقات الارض وقواها تأثيرا فهو يمترك العقل على خلاف غيره الا انه يظل كائنا ضائلا جدا من حيث الحجم لا سيما اذا قارناه بكائنات اخرى ضخمة تسكن او سكنت كوكبنا والتي يصل طولها الى عشرات او مئات الامتار والتي لن يشكل الانسان حتى جزء بسيط من حجمها العملاق المرعب وفي هذا الفيديو من قناتكم معلومات بعثرة ستجد وترى كائنات بلغ بعضها من الضخامة حد انفاق معه السفن والابنية الكبيرة سمكة الشمس المحيطية او سمكة الشمس المحيط او المولا مولا هي اثقل سمكة عظمية في العالم يبلغ متوسط وزن السمكة البالغة الف كيلو جرام تخيل ذلك وبعضها يصل الى 2300 كيلو جرام من شاءها الاصلي المياه الاستوائية او المعتدلة حول العالم يتشابه رأسها مع ذيلها وجسمها الرئيسي منبسط تتغذى بصفة اساسية على قاندي البحر ولان نظامها الغذائي الرئيسي فقير غذائيا تتناول السمكة كميات كبيرة من غذاء تندج اليناث عدد من البيض اكثر من اي نوع اخر معروف من الفقاريات تتميز سمكة الشمس المحيطية باللون الرمادية الذي يشبه لون السمك والملماس الخشن وجسم المستدير في الاسر وصلت السمكة الى عمر عشرة سنوات اما في الواقع لا يمكن تحديد ذلك النظام الغذائي للسمكة المحيطية تكون اساسا من قناديل المختلفة العوالق القشريات سمك الحبار واسماك صغيرة يرقات الاسماك وثعبان البحر ربما التزاوج لهذه السمكة غير معروف ولكن الاي ناث يمكن ان تنتج ما يصل الى 300 مليون بيضة في المرة الواحدة بالرغم من حجمها الضخم فان سمكة شمس المحيط من الاسماك مسالمة والتي لا تشكل خطرا على الانسان ويوجد اعداد نادرة من الضحايا نتيجة هجوم السمكة بالرغم من وجود خطر طفيف من هجوم السمكة الضخمة على القوارب مما قد يؤدي الى انقلابها لثقل وزن السمكة الثور الهندي او الغور الاسيوي والتي يطلق عليها كذلك اسم البيسون الهندي عبارة عن بقر محله الاصلي جنوب اسيا وجنوب شرق اسيا وهذا النوع مسجل على انه مهدد بالانقراض في القائمة الحمراء الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة منذ عام 1986 حيث ان تدهور اعداد هذا النوع في اجزاء من نطاق النوع يحتمل ان يزيد عن 70% في اخر ثلاثة اجيال واتجاهات تعداد هذه الحيوانات مستقرة في المناطق المحمية حماية جيدة وتتم زيادة الاعداد في بعض المناطق التي تم تجاهلها وتعد الغور اكبر انواع الماشية البرية في العالم حيث انها اكبر من الجاموس الافريقي والثيران الارخص وجاموس مياه البرية موطن هو الاصلي في جنوب اسيا الذكور اكبر بكثير من ايناث ويمكن ان يصل وزنهم الى 1150 كيلو جراما ويمكن التعرف عليهم بسهولة من اللون الابيض الموجود على اقدامهم ويبدو كأنهم يرتدون جوارب ويعيش الغور في قطعان ويوجد لدى كل من الذكور والاناث قرون التمساح الامريكي او القطور الامريكي اذا كنت من سكان جنوب الشرقي الولايات المتحدة فلابد انك قد صادفت ذلك التمساح ذا الفكين كبيرين والانياب البارزة يستطيع هذا التمساح ان يعيش في المناطق الباردة اكثر من اي تمساح اخر فلذلك من الممكن ان يتواجد في المناطق الشمالية قل ما ينحو التمساح الامريكي الى افتراس البشر الى انه كبير جدا بما يكفي ليفعل ذلك وقد يحلو له ان يختبر قدرته هذه من حين الى اخر مع العلم ان غذاءه يتألف من الحيوانات الصغيرة والطيور وكل ما يسكن المستنقعات يعيش الى ما يقارب لسبعين عاما كما يصل حجمه الى 15 قدما اي 4.6 متر ويصل وزنه الى 907 كيلو جرامات الكركاند الابيض او وحيد القرن الابيض يعيش في جنوب افريقيا والجنوب السوداني ويألف الاراضي المعشبة والمجدبة القريبة من الانهار وبيرك المياه تتواجد اعلى قليل جدا من السلالات الفرعية الشمالية حيث من المؤكد وجود فردين اثنين فقط في عام 2012 كلاهما انثى وكلاهما في الاسر اما بتاريخي التاسع عشر من مارس 2018 نفق اخر وحيد قرن ابيض شمال ذكر في العالم واسمه سودان بل غاطل رأسه وجسمه حوالي 4 امتار وارتفاع كتفه يبلغ 180 سنتيمترا ويزن حوالي 3500 كيلو جرام تقريبا وذكور من عزلون الى ان الاناثة تبقى بصحبة صغارها واقل عدوانية من وحيد القرن الاسود هادئ الطباع يتغذى على الاحشاب تدوم فترة الحامل حوالي 18 شهرا تضع الانثى في نهايتها صغيرا واحدا وعاد متلد الانثى كل اربع سنوات تقريبا اصبح وحيد القرن الابيض من اشهر حيوانات التي تسمع عن استيادها بسبب قرونها التي يبيعها الصيدون لشورات من اسيا خاصة العرق الاصفر الذي يعتقدون انه جالب الحظ في امور الدنيا ويتناول الصيدون لحمه بنفسجي اللون فرس النهر والذي يسمى ايضا فرس النهر المألوف هو حيوان افريقي ضخم عاشب اجمالا يعد احد النوعين المتبقيين على قيد الحياة اليوم من فصيلة البرنيقيات فرس النهر حيوان شبه مائي وهو استوطن بحيرات والانهار في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وقد امتد موطنه في السابق عبر وادي النيل وصولا الى فلسطين والاردن شمالا تعيش افرس النهر في مجموعة يبلغ عدد افرادها حوالي اربعين راسا ويتبقى معظم النهار في الماء او الوحل حتى تتبرد يحصل التزاوج والولادة في الماء حيث تقوم الذكور الاقليمية بالتقاتل مع بعضها للسيطرة على مجال صغير من النهر وتخرج افرس النهر عند الغسق لترعاء العشاب ويعتبر الرعي نشاطا فردي يقوم به كل فرد وحده اي ان الافرس لا تتجمع كما تفعل عندما تكون في الماء قرب بعضها البعض يقارب فرس النهر وحد القرن الابيض في حجمه على الرغم من قصر قوائمه فان هذا الحيوان قادر ان يسبق انسانا بسهولة في اجري فقد تم قياس سرعته بحدود ثلثين ميلا في الساعة وبالتالي فيمكن اعتبار انه قادر على ان يسبق عداء اولمبيا في سباق لمسافات القصيرة فقمة الفيل الجنوبية هي احد نوعين باقيين من الفقمات الفيل تعتبر هذه الحيوانات اكبر نوع من رتيبة زعنافيات الاقدام بل واكبر نوع باق على قيد الحياة من رتبة اللواحم كلها حازت فقمة الفيل الجنوبية اسمها نتيجة لثخامتها الشديدة من جهة وخرطوم ذكورها الكبير من جهة اخرى وهي تستخدم هذا الخرطوم لاصدار اصوات زئير شديدة علو وخصوصا خلال موسم التزاوج عدم تكون الذكور اثقل بخمسة الى ستة اضعاف من الاناث حيث تزن اناث فقمة الفيل الجنوبية غالبا 400 الى 900 كيلو جرام ويبلغ طولها من 2 الى 3 امتار بينما تزن الذكور 2200 الى 4000 كيلو جرام ويبلغ طولها من 4 الى 6 امتار اما اقصى وزن مسجن لانثى فهو 1000 كيلو جرام تقريبا وطوله 3 امتار و700 سنتيمترا الاناكوندا الخضراء هي نوع من انواع الاناكوندا الموجودة في امريكا الجنوبية حيث تعد واحدة من اثقل واطول انواع الثعابين موجودة على سطح الكرة ارضية يشير مصطلح اناكوندا فيها الغالب الى هذا النوع الاناكوندا الخضراء هي اثقل في العالم كما تعد واحدة من اطول الثعابين في العالم حيث يصل طولها الى 5 امتار و210 سنتيمترات فيما يبلغ من توسط طول الاناث حوالي 5 امتار تميل الاناكوندا الخضراء الى نشاط في الليل كما تقضي معظم حياتها في المياه او حولها لدى الاناكوندا الخضراء عدة ميزات من بينها سرعتها الكبيرة عند السباحة وبالرغم من ذلك فهي عادة ما تفضل الطفو على مقربة من سطح الماء للحفاظ على التنفس عندما تمر فريسة امام الماء او تتوقف من اجل الشرب تهجمها الاناكوندا الخضراء دون ان تأكلها او تبتلعها بل تلتف بداية حولها ومستعينة بجسمها ثم تنخنقها حد الموت قبل ان تتناولها ببطء تتغذى الاناكوندا الخضراء على عدد من فرائس بل يمكن القول انها قادر على تناول اي حيوان تستطيع التغلب عليه دون التمييز بين هذا وذاك بما في ذلك الاسماك والطيور ومجموعة متنوعة من الثديات والزواحف الاخرى هو حوت مسنن ينتمي الى عائلة الدلفين المحيطية والتي تعد اكبر عضو فيها تتميز حيتان القاتلة بنظام غذاء متنوع بالرغم من ان الافراد يتخصصون غالبا في انواع معينة من الفرائس يتغذى البعض حصرا عن الاسماك بينما يصطاد الاخرون الثديات البحرية مثل الفقمات وغيرها من انواع الدلفين الحيتان القاتلة تعيش في كل المحيطات بوجه عام المحيط الهندي الهادى او الاطلسي ولكنها تفضل عيش في المناطق الساحلية الباردة مثل الاسكا جزيرة اوركاس وامريكا متوسط عمر الاناث 50 سنة والذكور 35 سنة يصل طول الاوركا الى 33 قدم ووزنه يصل الى 5400 كيلو جرام تتزوج حيتان كل ثلاثة الى 10 سنوات وتلد انثى الحوت بعد 17 شهرا ويفطم بعد سنة من عمره الحبار عملاق ويعتقد انه اكبر انواع السبيدج من حيث الكتلة وله عدد قليل من عينات معروفة ووضعات التقديرات الحالية حجمه الاقصى بين 12 الى 14 مترا على اساس تحليل عينات انصغارة حجما وغير ناضجة مما يجعله اكبر اللافقاريات المعروفة موطن حبار عملاق يمتد الاف الكيلومترات شمال القارة القطبية جنوبية الى جنوب امريكا جنوبية في 22 فبراير 2007 اعلنت السلطات في نيوزيلندا عن الامساك باكبر سبيدج ضخم معروف بلغ وزن العينة 495 كيلو جراما وكان تقدير قياسه في البداية 10 امتار في الطول الاجمالي وكانت اكبر عينة قبل هذه العينة قد تم اكتشافها في عام 2003 وبلغ وزنها 195 كيلو جرام واخيرا الحوت الازرق او المنارة هو حيوان بحري ينتمي الى تحت رتبة حيتان بالينية وبسبب طوله البالغ 30 مترا ووزنه البالغ 170 طنا او اكثر فانه يعد اكبر حيوانات معروفة على الاطلاق كانت حيتان زرقاء وفيرة في كل محيطات الارض تقريبا حتى بداية القرن العشرين اذ كان صياد الحيتان يصطدونها لأكثر من قرن من الزمن حتى صارت على وشك الانقراض ولكن المجتمع الدولي قام بحمايتها في سنة 1966 مما ادى الى تحسن اوضاعها وقد قدر تقريص صدر عام 2002 عدد حيتان زرقاء بما يقارب 5000 الى 12 حوت ازرق في جميع انحاء العالم يمكن ان تصل سرعة حيتان زرقاء الى 50 كيلو مترا تتغذى الحيتان زرقاء بشكل حصري تقريبا على قشريات معروفة باسم الايفوزيات ومع ذلك فانها تتناول كميات قليلة من مجدفية الارجل وهي قشريات صغيرة تعيش في البحار والمياه العذبة الى هنا تنتهي هذه الحلقة من قناتكم معلومات وبعثرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك منا كل جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر